نواصل مع الصفحة اثنى عشر دوز الحرف ا اسمي نادير المقطع الثاني الحرف ا الحرف ا في الفرنسية هو للتشكيل في الفرنسية العربية عندنا الفتحة والكسرة والضمة ا هو حرف للتشكيل ويال وحرف صوتي يجب أن نعرف التشكيل عندما نعرف أ شوال 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 يولاوين التي تشكيل شوال يولى فناتخ النافذة فناتخ الصوت يلون تلون النافذة فناتخ 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 فنون النافذة كارتابل 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 يلون كارتابل 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 يلون حافظة النقود اسمها بورت موني بورت هي الحافظة موني بورت موني بورت موني المتحدة يوجد الصوت ا هذا قارب شراعي هذا يوجد صوت بصوت 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 ب شميزي ش شميزي تلون مانتغغ تلون القارب الشرائي يوجد حرف أ يكتب ولا ينطق ولهذا لا نلونه نتعرف على الحرف أ عندما نسمعه شواله فناتغ كارتابل فناتغ 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 شميزي ش ش ش شميزي مانتغغ هذا بالنسبة لحرف أ عندما نسمعه أصبحت تعرف حرف الأ عندما تسمعه هل تستطيع أن تعرف الأ عندما تراه؟ ما هو القصد؟ القصد هو هذا هذا وهذا سكيبت مينيسكيل مجسكيل هذا وهذا كيغسيف مينيسكيل مجسكيل هل تعرف الأ في أشكالهم الأربعة؟ هذا أ 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 هذا عندما يكون منفرداً وعندما يكون وصف كلمات هل تعرفه؟ نعرف أول كلمات جونتور 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 تولي أكي جوبا أولاً أجونو أجونو هو الركبة الجونو هي الركبة أمين 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 هل ي查 hanger؟ أمين 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 نحن لنبدأ بحقيقة الاختبادية عندما يتجاون بحق purpose الاختبادية منطقة الاختبادية نادي الفرنسيز يسمى الاختبادية هنا الاختبادية ولكن منطقة الاختبادية تريب لي الفيل دين بيلوت هذه تسمى بيلوت الكومة من الخيط المستدرة ما يهمنا هو جوتور تلئة جفور اين هي ال ا كل مرة ال ا هنا امين ان شغال ان وجودة واحدة اثنان بيلوت ان طاغت ان صغير ان صغير ان صغير ان صغير ان صغير اصبحت تعريف ال ا عندما ترى هذه الاشكالها الاربعة الآن كيف تكتبوها؟ مينيسكيل وماجسكيل مينيسكيل كيرسيف وماجسكيل كيرسيف جيكري سيغمون أردواز فو جروكوبي دون مون كاين اكتبو على لوحتي ثم انقلوها على كوراسي ترجمة نانسي قنقر